اشتركوا في القناة نبدأ بتعريف الزواج الزواج لغة هو الاقتران فاذا وجد مثلا نوعين من جنس واحد قيل له زوجان كزوجين مثلا من الالوان الابيض والاسود ولكن ما يهمنا في هذا الصدد هو التعريف من حيث الاستلاح وبعض التعارف القانونية فيما يخص الزواج ففي الاستلاح يعتبر الزواج هو عقد يفيد حل استمتاع بين الرجل والمرأة على الوجه المشروع ويجعل لكل منهما أي الزوج والزوجة حقوق وواجبات متبادلة على أن الغرض من هذا الزواج لا يقف فقط عند امتلاك المتعة بل أن الهدف يكون هو أسمى من التناسل ألا وهو حفظ النوع الإنساني وأيضا التآلف والتعاون بين الزوجين لبناء الأسرة فيما يخص التعريف القانوني فالملاحظ أن المشرع المغربي هو من بين التشريعات التي حاولت تعريف الزواج وذلك في المادة الرابعة باعتباره ميتا اقتراضي وترابط شرعي بين رجل ومرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف مع إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين تبقى لأحكام مدونة الأسرة دون أن نخوض في واحد الجدل فقهي هل من الأفضل أن يقوم المشرع بتعريف المؤسسة وهنا نتحدث عن الزواج أم أنه من الأفضل أن يترك التعاريف إلى الفقه إذن لكل مسألة إيجابية أي أنه عندما يقوم المشرع بتعريف مؤسسة هناك إيجابيات وعندما لا يقوم بالتعريف أيضا عنده بعض إيجابيات والسلبيات لأنه عند عدم التعريف مثلا نجد أن الفقه هو الذي يحل محل المشرع وقد يكون في الشيادة القضائية يكون هناك بعض التضارب ولكن من حيث السلبيات عند تعريف المشرع للمؤسسة هذه المؤسسة قد تصبح متجاوزة ويكون المشرع في كل مرة مضطر إلى تعديل المادة التي بها التعريف ونحن نعرف أن تدخل المشرع يكون بطيئا في بعض الحالات ولا يساير تطور الذي يعرفه المجتمع خاصة هنا في المغرب قوانين لا يتم تحينها بالسرعة المطلوبة ما يلاحظ من التعريف دي المشرع بالنسبة لمؤسسة الجزاوج أنه استعمل مصطلح ميتاق عوض عقد مما يؤكد على أن أهمية هذا العقد أو الميتاق أن أهميته تتجاوز أهمية العقد إذ لا يقف عند العلاقة التعاقدي يريد يتعداها إلى ما لا يستطيع العقد تنظيمه لأن العقد غالب الأحيان يقصر على المسائل المالية في حين عندما نتحدث على ميتاق الزواج فهنا نتحدث بالإضافة إلى المسائل المالية إلى التجاوب الروحي الذي قد يجمع بين الزوجين بالنسبة لمميزات ميتاق الزواج أول ميزة بطبيعة الحال والتي تتميز بها سائر العقود أنه عقد رضائي أي أنه لا بد من اقتران الإيجاب بالقابول بين الزوجين ليحصلوا للتراضي أطراف العقد أيضا من مميزات ميتاق الزواج أن طرفيه رجل ومرأة لماذا؟ لتلافي ما قد تعرفه بعض المجتمعات بإباحة الزواج بين رجل ورجول أو امرأة بامرأة على أساس أن تلك البلدان تأخذ بمبدأ الحرية الجنسية طبيعة الحال هنا في الأنظمة الإسلامية فهذه المسألة غير مقبولة ومحرمة ميزة أخرى بالنسبة لميتاق الزواج أنه يتم على وجه الدوام أي أنه يمنع تأقيد تأقيد عقد الزواج أن يكون لمدة مؤقتة لأن حقيقة أن هذا النوع من الزواج أبطال الإسلام لأنها كانت موجودة في عصر الجاهلية كزواج المتعة وهو مزواج مؤقت إذن هنا دائما أن يتنصبه في إطار عقد الزواج على ديمومته ما لم ينحل بطبيعة الحال عن طريق إما الطلاق أو الوفاة أي وفاة أحد الزوجين بطبيعة الحال بالنسبة لحكمة ومشروعية الزواج هو بطبيعة الحال لا يمكن تصور واستمرار لكاء الإنساني بدون تناسل بطبيعة الحال هذه المسألة على التناسل هي موجودة حتى بالنسبة لكائنات الأخرى كالحيوانات ولكن ما يميز الإنسان عن الكائنات الأخرى أن الله كرم الإنسان وجعل هذا التناسل والتكاتر يتم في إطار محدد أو ألا وهو عن طريق الزواج إذن هذا ما يتعلق بميزات وحكمة ومشروعية الزواج سنتقل مباشرة إلى محور الخطبة أهم ما يميز الخطبة والتي تم تنظيمها بشكل مستفيد في إطار مدونة الأسرة الجديدة وجاءت بأحكام جديدة أن الخطبة هي تواعد رجل ومرأة على الزواج إذن سنتوقف فيما بعد على المصطلح الجديد الذي تم استعماله في خطأ مدونة الأسرة وهو مصطلح التواعد بعدما كان فيما قبل وعد للرجل للمرأة على الزواج في حين الآن أصبحت هناك مصطلح تواعد ويعني في إطار المساواة بين الرجل والمرأة بالنسبة للطبيعة القانونية للخطبة الأصل أن جميع العقود تبرم بطبيعة الحال بمجرد اقتران الإيجاب بالقابول وهذه العقود إما أن تسبقها مفاوضات عن التعاقد أو لا تسبقها مفاوضات أي ليست هناك مفاوضات سابقة على التعاقد غالب الأحيان بالنسبة للعقود المهمة التي تكون تنصب على مبالغ مالية مهمة كما هو الشأن في البيع الدولي ولا بعض الصفقات المهمة غالب الأحيان تكون هناك مفاوضات سابقة وبالنسبة للعقود البسيطة في غالب الأحيان لا يكون هناك مفاوضات سابقة وإنما يتم إبرام العقود بمجرد اقتران الإيجاب والقابول نفس الشيء بالنسبة للزواج يمكن أن يتم إبرام الزواج هكذا مباشرة دون المرور بالخطبة بالتالي فالخطبة ليست ركنا ولا شرطا من شروط الزواج فيمكن للزوجين المرور بهذه المرحلة أي مرحلة الخطبة وقد يتم إبرام العقد دون المرور بهذه المرحلة لكن ما هو شائع في المجتمع المغربي مادم أننا نتحدث على مدونة الأسرة المغربية أن الرجل يتقدم لطلب الزواج من المرأة حتى تعطى للخاطبين فرصة التعرف على طباع بعضهما فهي بطبيعة الحال مرحلة مهمة خلصا مرحلة نفسية مهمة أي أنه يتم تهيئ الطرفين الخاطب والمخطوبة نفسيا للانفصال عن العائلة والاستقلال بحياتهما خاصة وأن عدم إتمام الخطبة لن تكون له نفس الآثار سلبية كما هو الشأن إذا تم إبرام عقد الزواج وتم اللجوء إلى الطلاق فالخطبة يكون أقل ضررا على الطرفين مقارنة إذا ما تم إبرام عقد الزواج وتم اللجوء إلى الطلاق وخاصة إذا كان هناك أبناء بين الطرفين أيضا هل الخطبة جائزة أم له طبيعة الحال أغلب العلماء يذهبون إلى أن الخطبة مباحة بل حتى الرسول فقد خطب عائشة وحفصة إذن مسألة هي مسألة مباحة بطبيعة الحال كيف تتم العملية غالب الأحيان يتم أن الرجل يرسل من يخطب له فإذا أو خاصة يكون إما الأب أسرته الصغيرة أو الأم مع الإخوة فإذا وقع الاتفاق المبدئي يكون بسبب خطبة ويتبادل بطبيعة الحال الخطيبان الهدايا أو أن الخطيب يقوم بطبيعة الحال تقديم هدايا للخطيبة وتقام بطبيعة الحال حفلة بالمناسبة ويتم الاتفاق على الشكليات الأخرى أو المسائل الأساسية الأخرى كمبلغ المهر وك تاريخ كتابة العقد وتاريخ الزفاف بطبيعة الحال أو إقامة حفل الزفاف تساؤل الذي يطرح هنا من تباح خطبتها هل يمكن للرجل أن يخطب ما شاء من النساء الأصل أن من يحرم على الرجل الزواج منها لا تجوج خطبتها وهذه مسألة منطقية وعليه ف لكي تباح خطبت المرأة للرجل يجب أن تكون خالية من الموانع الشرحية التي تحرم الزواج بها وأن لا تكون طبيعة الحال مخطوبة للغير فهي ما هي المحرمات كما هو بنسبة للزواج فالخطبة لا تجوج على المرأة المحرمة على الرجل من النسب أو المصاهرة أو الرضاع وهي المحرمات على سبيل تأبيد أما المحرم عليه مؤقتا فيمكن خطبتها بمجرد زوال المانع طبيعة الحال على سبيل تأقيد مثلا لا يمكن طبيعة الحال الزواج من أختين ولكن إذا كان متزوج من أخت وطلقها أو توفيت فليس هناك ما يمنع من أن يخطب أختها ويتزوج أيضا من أختها ولكن الجمع بينهما لا يمكن وبالتالي لا يمكن خطبة الأخت والأخت الأولى لا زالت في طبيعة الحال في عسمته أو لا زال متزوجا بها بالنسبة للمعتدة تعتبر المعتدة تعتبر من المحرمات على سبيل التأقيد بطبع الحال هناك الطلاق الرجعي والطلاق البائن وبالتالي لا يمكن خطبة المعتدة من طلاق رجعي أو بائن أو المعتدة من وفاة لكن بمزرد انتهاء العدة أي زاوال هذا المانع يمكن للرجل التقدم لخطبة المرأة فالمعتدة من طلاق رجعي تعتبر في الواقع هي في حكم الزوجة لأنه يمكن للزوج أن يراجع زوجته في أي وقت أراد خلال مدة العدة دون عقد ولا صداق لكن إذا منتهت هذه العدة وأصبحت طلاق بائنا حينها يمكن للرجل أو لرجل آخر أن يقوم بخطبتها إذن خلال مرحلة العدة من طلاق رجعي لا يمكن للرجل أن يقوم بخطبة المرأة بالنسبة للمرأة المعتدة من طلاق بائن بطبع الحال المطلقة من طلاق بائن هي بطبع الحال زوجها السابق أو مطلقة لا يمكن له أن يراجعها خلال فترة العدة ولكن مع ذلك على الرغم أن زوجها السابق لا يمكن له أن يراجع خلال مرحلة العدة فلا يجوز لأي شخص آخر خطبتها إلا عند انتهاء فترة العدة السبب طبعا الحال احترام مشاعر الزوج الأول وأيضا خوفا من اختلاط الأنساب لذلك فطبعا الحال يجب انتهاء فترة العدة لكن استثناء يمكن لزوجها السابق أن يراجعها خلال فترة العدة ولكن بشر يجب أن يعقض على زوجته من جديد بمهر جديد وبريضها في الطلاق الرجعي ليس هناك لا رضة الزوجة ولا مهر جديد ولكن ودون أي عقد ولكن في الطلاق البائن لا بد من مهر جديد ورضاء الزوجة بالنسبة للحالة الثالثة والتي هي المعتدة من وفاة فبطبعا الحال لا يمكن خطبة المعتدة من وفاة إلا بعد انتهاء مدة العدة لماذا؟ لأن الحزن يكون مخيم على الأسرة خصوص أسرة الزوج المتوفة جراء الموت وقد تؤدي هذه الخطبة خلال فترة العدة إلى حصول عداوة لا بين الزوجة ولا بين الزوج الجديد وأسرة الزوج السابق المتوفة تساؤل الأخير هو هل يجوز خطبة امرأة مخطوبة سابقا أي أنها مخطوبة وهل يمكن لشخص آخر أن يقوم بخطبتها الواقع أنه لا يسحل الرجل أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة هذا كمبدأ خاصة إذا خطبت وقابلت خطبة الرجل هناك بعض العلماء الذين يعتبر على أجاز الخطبة على الخطبة في بعض الحالات المحددة كما في الحالة مثلا لطالت مدة الخطبة لمدة كبيرة ولوقت طويل وقد يؤدي ذلك إلى فوات الفرصة على الخطبة أو المخطوبة ففي هذه الحالة هناك بعض العلماء التي أجازوا أن يتم خطبة المرأة إلى رجل آخر إذا علاج لأن مر وقت طويل على الخطبة ولم يسا قدم الخاطب الأول بإبرامك الزواج هناك حالة مثلا يمكن خطبة إمرأة مخطوبة إذا عرض الخاطب الأول أو أعرض عن الخطبة أي أنه لم يعود مثلا لم يعود يريد الزواج بالمخطوبة أو أدنى بهذه الخطبة الثانية ففي مثل هذه الحالات الضيقة هناك من يقول أنه يمكن خطبة المرأة لشخص تاني على أنه إذا خطب شخص امرأة مخطوبة رغم علمه بذلك وتم إبرام عقد الزواج لهذا الشخص الخاطب الثاني فالعقد في مثل هذه الحالة يعتبر صحيح ومنتجا لآتاره وإن كان الخاطب الثاني يعتبر آتما في مثل هذه الحالة ولكن مع ذلك فبطبع الحال يعتبر طبع الحال عقدا صحيحا منتجا لآتاره كما قلت هنا سأتحدث عن الخطبة بين الوعد والتواعد لأنه بالرجوع إلى المادة خمسة من مدود الأسرة فهي تتحدث عن الخطبة كتواعد رجل أن الخطبة هي تواعد رجل ومرأة على الزواج في حين أن مدود الأحوال الشخصية السابقة كانت تستعميل مخصطلح وعد والواقع بطبيعة الحال أن هناك اختلاف كبير بين المصطلحين ذي الوعد وتواعد فالوعد بطبيعة الحال يقصد به الوعد بالتعاقد أي أنه ما يفرض الشخص على نفسه مستقبلا وليس على سبيل الالتزام في الحال خاصة خاصة وأن المدونة خاصة وأن المادة 4 تنص على أن مجرد الوعد لا ينشئ التزاما كما أن كلمة وعد تفيد أن هناك وعد من طرف واحد أما بالنسبة للتواعد وتماشيا مع إرادة المشرع في المساواة بين الرجل والمرأة فالمقصود بها وهذا هو ما يميز الوعد عن التواعد أن هناك وعد متبادل بين الطرفين على الزواج لكن ما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن الخطبة لا تلزم أي من الطرفين لأن كلا الطرفين يعتبروا أجنبيان عن بعضهم البعض ولكل منهما حق العدول عنها إذن فالخطبة لا تعد عقدا ولا وعدا ملزما مادم أنه يمكن كلا الطرفين العدول عنها وإن قلنا نرى بأن المشرع قد وسع مجال الخطبة في اتجاه الإلزام ويمكن أن يتجلى ذلك في أن المشرع قد استعمل مصطلحات يتم استعمالها عادة عند إبرام العقود عندما استعمال في المادة خمسة وستة مصطلح الطرفان أي يعتبر الطرفان في فترة الخطبة إلى حين إشهاد علاقة الزواج كما أنه نص على جبر الضرر في حالة صدور فعل سبب ضرر للطرف الآخر مع العلم أن العدول عن الخطبة هي حق كما أن محكمة النقد رفضت تطبيق المادة 77 و 78 وبالتالي لا يجب التوسع في هذه الحالة أي أنه وإن كان يمكن أنه الأصل أنه يمكن العدول عن الخطبة دون تعوض إلا إذا أثبت أحد الطرفين تضرره من العدول عن الخطبة عموما يمكن اعتبار أن الخطبة هي مجرد وعد غير ملزم فهي فقط وعد بالزواج أعتقد أن تنوقف عند هذا الحد شكرا وإلى المحاضرة المقبلة ترجمة نانسي قنقر